اشتركوا في القناة وإذا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نشهد أنك الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الذي حيأت لعبادك سبل التنوير والتبصير وجعلت لهم هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع سبيله إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتي في لقاء جديد وفي ليلة من ليالي رمضان السعيد وفي لحظة أن نذكر لكم بعضا من فضائل هذا الشهر الذي ميزنا به وكرمنا به من بين سائر الأمم الله جل جلاله وتعالى تعظمته عندما افترض علينا الصيام افترضه وافترضه من قبل على سائر الأمم السالفة ولكن خصوصية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لشهر الصيام أن جعل الصيام في شهر رمضان بالخصوص لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالأمم السابقة كانت تصوم وافترض الله عليهم صياما ولكن خصوصية الصيام لكم يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعله في هذا الشهر التاسع من الأشهر العربية وهو رمضان اختصه الله عز وجل بشهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله جعل لهذا الشهر ولهذا الصيام ميزة ليست كباقي الأشهر الأخرى أكرمك الله عز وجل بأن جعلك ممن صبرت عن الامتناع عن الطعام عن الشراب منذ بزوغ الفجر الصادق إلى غروب الشمس من ذلك اليوم عن ماذا امتنعت ولماذا امتنعت والناس لا يعلمون أنك الآن ممتنع لأن هذا الأمر سري للغاية لا يدري به الناس أنك ممتنع عن الطعام والشراب ومثله أيضا من خالف الله سبحانه وتعالى ونسي أن الله الناظر إليه فهو يفطر في نهار رمضان والناس لا يعلمون إن أفطر سرا بينه وبين نفسه لا يعلم به أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فالناس لا يعلمون هذا صائم أو هذا مفطر إلا من تدقق ومن أراد أن يتحسب وأن يعترف أو أن يظهر إنسانا صائما أو فاطرا بأوصاف أخرى لسنا نحن بصدر ذلك إذا الله عز وجل جعل في قلبك وفي قلبك أيتها المشاهدة والمشاهد الكريم حب الصيام وحب الامتناع ونحن في رغبة لطعام رغبة لشراب والجوع قد ألم بنا ولكن نتلذذ بهذا الصيام ونتلذذ عن الامتناع عن الطعام والشراب فإن دل على شيء فيدل على أن الإيمان في قلب المؤمن والمسلم لا زال يتوقد نورا في ضميرك ولا زال يتوقد سرا في ضميرك والإيمان في ازدياد لهذا الإنسان والإيمان في ذراء أوج القرب من الرحمن سبحانه وتعالى لأنه امتنع هذا الإنسان عن طعامه وعن شرابه ماذا؟ إيمانا واحتسابا للأجر وإيمانا بما وعد الله عز وجل من الأجر وتصديقا بالأمر الذي جاءه من الله سبحانه وتعالى بأن يمسك عن الطعام والشراب فقال لبيك اللهم لبيك وأمسك هذا الإنسان عن الطعام والشراب حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر صمت وصمتي أيها المشاهد الكريم وامتنعت عن الطعام والشراب ففي هذه اللحظات نذكر لكم ما هي الأمور التي تتبع طعامك وامتناعك عنه وشرابك وصبرك منه فالمسألة ليست بالهينة عند الله سبحانه وتعالى الله سيقول لنا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذه الدنيا هي الأيام الخالية امتنع الإنسان من طعامه وامتنع من شرابه رجاء كرم الله أن يكرمه في ذلك اليوم المهيل في ذلك اليوم العظيم وأن يدخله من باب الريان وهو باب التعلق بالصيام من الصائمين الذين يصومون في غير أيام رمضان يكرمه الله عز وجل بالدخول من باب الريان ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان وهذا الحديث طويل فيه من الفضائل العظيمة لهذا الشهر الكريم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر قيام ليله خير فيه ليلة خير من ألف شهر وكلنا نعرف هذه الليلة أخبأها الله من أجل الجد والتشمير في الطاعة ورجاء الحصول على هذه الجائزة المخبية على وهي ليلة القدر الله عز وجل جعلها في هذا الشهر الكريم من أول ليلة كما ذكرها معظم العلماء ابحث عنها من أول ليلة في هذا الشهر ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم ممن يدركون ليالي القدر في سائر الأشهر من رمضانات التي قد سلفت علينا وما ستأتي بعد عمر طويل وحال جميل عدنا إليكم أحبتنا وفيه ليلة القدر التي شرفت وعظمت وجعل الله عز وجل منزلة هذه الليلة تفوق على قيام وصيام ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل الله عز وجل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا صيام النهار فيه فريضة فمن أفطر في رمضان متعمدا عالما بالتحريم ارتكب مفطرا من مأكل أو مشرب أو منكح أو غير ذلك مما يفطر صيام الصائم متعمدا بذلك لا يجزئه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام الدهر كله حتى لو قضى دهرا كاملا يصوم من أجل أن يقضي اليوم الذي فاته وأفطر فيه متعمدا لا يجزئه ذلك لعظم خطورة هذا الأمر والإفطار فيه تعمدا نسأل الله تعالى اللطفة والعافية والنبي يقول لنا بإكمال هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وجعل الله عز وجل قيامه تطوعا وقيام الليل فيه معلوم ومعروف أنه سنة صلاة التراويح التي تسمى بصلاة التراويح وإلا فهي في الحقيقة هي القيام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمعنى أن من صلى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وأكملها إتماما كأنما قام هذه الليلة العظيمة جاء في الحديث في الرواية الأخرى من قام رمضانا والرواية التي قد ذكرتها في بداية حلقتنا من صام رمضان وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي قام في كل ليلة من ليالي رمضان صلى صلاة العشاء في جماعة صلى مع الناس صلاة التراويح حتى انصرفوا وأتمها إتماما بحسن قيامها وحسن ركوعها وحسن سجودها وأحسن فيها الحضور مع الله سبحانه وتعالى غفر الله له ما تقدم من ذنبه أيها الأحباب حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولوا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه هنيئا لأهل الصدقات هنيئا لأهل القربات هنيئا لمن جرت عليهم عادة أهل بلدنا منذ قديم الزمان وفي بلدان أخرى كذلك أن يتوادون الناس فيما بينهم بإطعامهم من طعام إفطارهم وهذا يطعم من إفطاره وذاك يعطي من إفطاره من أجل ماذا؟ قال من أجل أن ندخل في جميع أبواب الخير المقربة إلى الله سبحانه وتعالى من أدى فيه خصلة من الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم وخصال الخير في رمضان حدث ولا حرج من كثرتها ومن ضمنها كيف تتصدق وكيف تفطر الصائمين وكيف تطعم الصائمين من جيرانك من أقاربك من أهل بيتك من أحبابك وأصحابك كل هذا ليس بالهين فضله عند الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لن ينسى ما يصنعونه الناس من هذا الخير الذي يوزع في بيوت الناس من أحبابهم ومن أقاربهم لمن احتسب الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه كأنه أيضا رجل أكثر من الصلوات سئل أحد الصالحين كيف تلاوتك في رمضان قال لدي تلاوة وختمة بالنهار ولدي ورد من ختمة أخرى في الليل ولدي ورد من ختمة في النهار وفي الليل في الصلاة في الصلاة يصليها فينوي بركعتين فإذا أكمل الفاتحة أخذ المصحفة وتلاوة وهو قائم لله سبحانه وتعالى وفي خلال رمضان أختم عدة مصاحف وعدة ختمات في صلاته قائما لله سبحانه وتعالى هذه الصلاة وتلك الصدقة وذلك التفطير يكتبه الله عز وجل للإنسان كأنها فريضة لله سبحانه وتعالى وليست نافلة هي في أصلها نافلة لم يفرضها الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الله يحب من الإنسان أن يتقرب إليه بالنوافل ويداوم على مثل هذه النوافل ما الذي سيضر هذا الإنسان وهذه المرأة إن قامت لله عز وجل وأخذت مصحفها بعد تلاوة الفاتحة وقرأت ورقتين أو ثلاثة ورقات في كل ركعة وصلت ما كتب الله لها أن تصليه في نهار رمضان أو في ليل رمضان كل ذلك فضله ليس بالهين عند الله سبحانه وتعالى صلي ما شئت ولكن قبل أن توتر ليلاً أكثر من الصلوات أكثر من العبادات أكثر من الدكر والتهليل فإن الملك الجليل مع من ذكره في كل لحظة وفي كل حين وفقنا الله وإياكم وهدان الله وإياكم لأقوى سبيل يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه هنيئاً بفرض واحد يؤديه الإنسان يكتب الله عز وجل له سبعين فريضة صلى الظهر في جماعة كتب الله له في رمضان صلاة سبعين صلاة ظهر في جماعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا الفضل أكرمه الله عز وجل لكل واحد مننا ومنكم في نهار وفي ليل رمضان أكثر من الفرائض حتى كان كثير من الصالحين ممن سلفوا وممن مضوا كانوا إذا دخل رمضان أكثر من القضاء والنساء كذلك كنا إذا دخل رمضان دائماً ما تراها قائمة راكعة ساجدة ماذا تعملين أيتها المرأة قالت أقضي لله سبحانه وتعالى فروضي التي سلفت في الأيام الخوالي ولماذا في رمضان؟ قالت كي يضاعف الله عز وجل لي الفضل والأجر بسبعين فريضة فلا نضيع الفضل ولا نضيع الأجر واعمر أوقاتك بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفته ساعة من عمره تكون عليه حسرة في قبره وفقنا الله وإياكم وهدانا الله وإياكم لكل خير وجعلنا وإياكم موفقين حيث كنا وأينما كنا ونسأل الله تعالى الهداية والتمكين والسداد والنجاح وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمرون وقاتهم في رمضان وممن يسعدون في رمضان وممن يفوزون بالجنان وممن يبعدون من النيران والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه أكرمنا واتحفنا يا مولانا باستجابة الدعوات ولا تخيب لنا الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة